موسيقى اليوم احنا متواجدين مع الجمعية الوطنية لدفاع عن حقوق النساء ومرصد عيون نسائية لإلقاء بحث أو محاضرة حول دور مهاني قطاع الصحة في تكفل بالنساء ضحايا العنف يعني تكفل كيبدأ من الاستماع استقبل واستماع الضحية أيضا الكشف عن الحالة الصحية والعلاج تحرير شواهي الطبية وأيضا توجيه حالة المعنفة إلى باقي الفرقاء الذين يقومون باستكمال العناية بنساء ضحايا العنف يعني هذه الظاهرة لازالت متفشية على المستوى العالمي وأيضا على المستوى الوطني لذلك توجب علينا تضافر الجهود من أجل الحد من هذه الظاهرة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة الجسدية النفسية والجنسية للنساء المغربية أي اعتداء على المرأة وعلى صحتها الجسدية النفسية أو الجنسية فهو انتهاك لحقها في الصحة تبعا لمقتضيات دستور المملكة المغربية والقوانين الجاري بها العمل أي مرأة تعرضت للعنف ما عليها إلا توجه للوحدات المتواجدة بجميع المستشفيات المملكة المستشفيات الإقليمية أو الجهوية أو الجامعية المتواجدة فوق ربوع المملكة المغربية فهذه الوحدات بها مهانيين دو كفاءة عالية لتكفل بالنساء ضحايا العنف وهذا التكفل بطبيعة الحال يتم بطريقة ملت ديسيبليناغ مع جميع الفورقة الآخرين كالدراء والشرطة والناس الذين يشتغلون بالنيابة العامة أيضا حضورنا في هذا اللقاء التفاعلي حول الصحة في علاقتها بالنوع الاجتماعي من تنظيم جمعية المغربية للدفاع عن الحقوق النساء ومرصد عيون مغربية حضورنا هو لتقديم خلاصات تقرير الوسيط المؤسسيات الديمقراطية وحقوق الإنسان حول تتبع تقييم السياسة العمومية الخاصة بالصحة أي رصد وتقييم مدى إعمال الحق في الصحة على مدى عشر سنوات أي خلال الولاياتين الحكوميتين السابقتين هذا التقرير تناول أربع محاور أساسية وهي جودة الخدمات، تمويل الصحة، الحكمة في قطع الصحة والسياسة الدوائية السند الوسيط في إعداد هذا التقرير على مقاربة مبنية على المؤشرات الخاصة بحقوق الإنسان بمعنى على المقاربة الحقوقية، على قياس مدى إعمال الحق في الصحة في علاقة ما بين التزامات المغرب الدولية ذات صلة بحقوق الإنسان وخصوصا الحق في الصحة والإعمال الفعلي على أرض الواقع عبر السياسة العمومية ذات الصلة بالصحة تقرير الوسيط تناول الحق في الصحة في شموليته مدى إعمال الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين ومبادرة جمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء ستشتغل على تقرير خاص بولوج النساء للحق في الصحة أو بمعنى آخر إعمال الحق في الصحة من منظور النوع الاجتماعي وهو التقرير الذي ربما سيكون بمثابة تكملة لما أنجزه الوسيط من أجل ديمقرادية وحقوق الإنسان هناك مجهودات على مستوى ترسن القانونية على مستوى المصادقة على الانتفاقيات ذات صلة بحقوق الإنسان لكن الإعمال الفعلي على أرض الواقع ما زال يعرف مجموعة من التحديات فمثلا منظمة الصحة العالمية تحدد أن نسبة الإنفاق من ميزانية العامة للدولة ينبغي أن لا يقل على 10% نحن في المغرب ما زال هذه النسبة جد متدنية أي 5.68% وبالتالي في المغرب ما زال ينبغي أن يقوم بمجموعة من المجهودات من أجل النهوض بالحق في الصحة وإعماله على أرض الواقع فوضع المرأة من ناحية الإفريقية فماذا كنلاحظوا أن المرأة كتعاني من عدة مثاكل لأهمها العنف وعلى اختلاف الفئة جالها فالعنف ما كميث بين سيدة متعلمة سيدة غنية أو سيدة كتعاني من الفقر يعني هو كيف مجموعة النساء ودول إفريقية فاستغالنا مع نساء من دول أخرى كنلاحظوا أن المساكل هي نفسها على السيق الوطني عندنا قانون 133 للمحاربة العنف ولكن للأسف كالقوموسكي في التطبيق جاله مع بعض الأحكام القضائية اللي ولينا كنشفهم أخرا واللي كتصرنا صراحة اللي كتكون أحكام فيها واحد لإجتهاد وكتنصف المرأة ترجمة نانسي قنقر